اهلا بيكو في فيديو جديد انا عشت طول حياتي كنت بعمل حيات غلط كنت بعمل حاجات منافية للأداب وللزوق العام ما كنتش بحترم الناس اللي حواليا كنت شخص هماجي عشوائي ما كانش فيه حد يعلمني امسك الشوكة ازاي وقطع بالسكينة ازاي كنتش فيه حد يقول لي ازا اكل بطاطس زاي اقشر موزة بس الحمد لله بفضل الانترنت التلفزيون المصري فترة يفاتت دي انتشرت فيديوهات كتير جدا بتعلم الناس الاتيكيت اه دوعا معنا دكتورة ايمان عفيفي خبيرة الاتيكيت والمظهر مظهر اه دي دي فيها لان الحاجة اللي نقص المصريين دي الحاجة اللي نقصنا فعلا خلاص يعني نتعلمنا كل حاجة ونقصنا بس ان احنا ايه نتعلم ازاي نقشر الموز ولناكل بطيخ بطريقة اه اتيكيت وكلوسي النهاردة احنا هنترجع بعد على الفيديوز دي ونتعلم مع بعض احنا جهلة طبعا من اشهر الناس في المكان الاتيكيت ده خبيرة الاتيكيت بيقدمون في البرامج خبيرة ايتيكيت يعني امش عارف خبيرة ايتيكيت دي بتبقى درسة ايه او بتبقى جاي منين يعني من انهو باكراوند بس هو ده ده لقب يعني ده تبقى حاجة اسمها خبيرة الاتيكيت فمن اشهر خبراء الاتيكيت امينة شلبية وانا شايف ان اول حاجة الاتيكيت مفروض تعملها نهاية غير اسمها ايتيكيت الفرنش فايز طبعا كل الناس هتقول درباتي انا الفرنش فايز هاكلوا بيج هتاكلوا بيذك يا همجي يا جاهل يا عشوائي يعلين الادب انا لو في جنينة لو في محل فاست فود المود ذات نفسه يتاكل باليج يتاكل في بيكنيك في جنينة لكن غير كده انا اسفى اقول لكم لا وانا لو مش هاكل بطاطس في بيكنيك ولا في محل فاست فود ولا في البيت هاكلها فين يعني كنت مع رئاسة الوزراء دي فرنش فايز برضو يعني مش ستيك مثلا مش حاجة هاكلها في مكان مهم اول ما بالطبق بيتحط على الصفرة بتلاقوا الناس ايه يبتاج بقى ايه اتلاقها اصلا غلط ان احنا ناكل قبل ما كل الناس توقع تاكل ايه اللي تقادب واساخة وشكة بقى على الصبح مش عايزين بيبقى في معلقة وشوكة يعني ليه اكل بطاطسايا بالمعلقة والشوكة يعني الموضوع اكبر من بطاطسايا بكتير بطاطسايا دي لك بطاطسايا هتقولك انت مكبرى من موضوعها طبعا ياخد حب زوائرين ان الفرنش فايز داي من كل الناس تحب الفرنش فايز وسي احد مثلا ايه اخد الطبق كله لا انا عادي اكل بطاطس لوحدي والحاجة التانية مش عزاكم تعملوه ان انتم تمسكوا الطبق وبتعملوا كده وبتلاقوا يكون واحدين نص الطبق بيه انا هاكل نص الطبق هاكل بنص الطبق الواحدي كله مش حاجة اسمها ان انا ايه امسك اللي اتنين وافضل اقب لا واحدة واحدة لا انا عايز امسك الملح والفلفل واحد احطهم كده واكل كده والملح لازم يروح الفرنش فايز على طول ما يفعش احطه في جنب الطبق بقى وعد اخد منه والملح يعني لو حطيت الواحده في الطبق على جنب هيتدايق يعني هيشتجي كاتشوب بقى والباربيكيو والمستار ده والمستار دي بقى الحمد لله ما ينزلش فتقعدوا تعملوا حركة دي كوب كده ويكب كتير وكده ممكن قبل ما تدقوها بس حاجة صغيرة ايه ده ايه حاجة صغيرة دي لا ايه يا استاذة امين انت هتجلي ولا ايه انت عايزة تبقي قاعدة في قاعدة وانت كيزة الكاتشوب تقعدت رجها كده لا 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 انت مستوكل لا غواصي بقى ما ينفعش ان انا اخد البربيكيو والكاتشوب وقوم دلقى على الفرنش فايز زي نفسها ما معنى دي بقى يعني ما معنى الملح كانش ينفع يتحط الوحده والكاتشوب لازم يبقى في حتة الوحده هي دي الطريقة الصحة لأكل الفرنش فايز لو انا على صفرة فورمال تمام فيديو بتشرح فيه الطريقة اكل الرز بالمروخية الافيكات بتاع الرز بالمروخية يبقى لا يعجبكوش الله واحلم اللي بتتكلم اكن هي مثلا عندها معينة او سورس معين او علم معين يعني انا عايز عارف ايه السورسة اصلا بتاع الحاجات دي يعني مين اللي قال دي تتاكل كده مثلا او دي مستاكلش كده ايه هو المصدر بغرف فوقي الملوخية مش العكس محطش الملوخية وقوم حطة جواها الرز يعني ما فرقتش هتحط الرز على الملوخية هي هتحط الملوخية على الرز فريد ايه بس ماشي يعني وقتين منطقي ان انا هتحط الرز القابعة كده ملوخية هنستخدم ايه لا لا هو رز هو رز ليه مش هاكل بمعلقة ليه مش هاكل رز بمعلقة مين هيتداي يعني مين هيتداي لو انا كلت رز بمعلقة لا الشوكة والسكينة في الطريقة دي ان انا بحط شوية على الشوكة وباكل او لو عايزة ممكن اعمله كده هو زي رز بالزبط على ضهر الشوكة يعني ايه المنطق في كده انا لو في حد قاعد ياكل اه الرز بالشوكة قدامي انا هتراعب فشخ ما انا مش بقى مستراعب بصراحة يعني دي طريقة اكل التليل قتلة الوجبة اللي بياخدها ايه قبل ما يقوم يشرح الجصة عماتن بقى عايز يقولك حاجة يا امينة اللي انت بتعملي ده قرف مفتوض اه ماكلش الرز بالمعلقة ولا اكله بالسكينة والشوكة عشان بقى برضو ارف ممكن الحاجات دي تعمل اصوات مفهود ان انا احضر ارواح واستحضرها واخليها تجيب الطبق واخليها تجيب الرز كده وطياره كده في الجو وتحطه جوه بقي من غير ملمس اي حاجة او امسك اي حاجة ايه دي الطريقة الصحة ايه هو ده الايتيكيت نكتكلي الاكل من غير ما تلمسيه ارتاقوا بقى اذا اكل العيش ما يفعش اكل العيش كده هو وعمل كده وقته وعمل كده وقته اخذ العيش وففته جوه الملوخية لأ انت كده بقى بتلعبي في ثوابت ومسلمات مصرية قديمة متعودين عليها من زمان لحد هنا وكفاية وهي دي الطريقة الصح لأكل الملوخية نحن نتكلم على الملوخية يعني اكلها شبه شعبية تقريبا يا هتاكلها في البيت امك هتبقى عاملها يا هتاكلها عند البرنس فهو ما فيه السيناريو هتتحط فيه هتبقى محتاج ان انت تاكل الملوخية بالطريقة المعاقة دي يعني طريقة الصحيحة لشرب الشاي واكل البسكوت النهاردة هنشرب شاي وبسكوت اكل البسكوت ازاي ونشرب شاي ازاي طريقة الصح شرب الشاي انك تشربه بالشوكة والسكينة احط الشوكة في الشاي انا لو عندي بسكوت كبير باخده بمسكاكة الهلو وبحطه فيها وعايز اعرف ايه اداة التعذيب دي يعني دي اكيد مش الانصب طريقة ان انا امسك بها الحاجة شكلها مرعب يعني لو كانت تسكتها باديها كان هيبقى ارحم انا متأكل لكن البسكوت الزغنطوت ممكن اخده واكله على طول ايه؟ تعايز تسكي ببسكوت الصغير بايده كتكليه على طول ايه الآرف ده؟ لا 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 انا مستأ انا منزعج انا 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 مافيش ايتيكات خالص بصراحة تسكيه باديها وات ايه واتحطه على بقاها كده مرة واحدة ايه الآرف ده؟ أمينة يوفبسط الحركة المفضلة بتاعتنا قاعدين وسط ناس ألاقي حد مسك البسكوتية وابتدى إيه يساق ساق في الشي لما نعد نعمل كده حصل إيه وقع جوا الشي انت مبتبشت ساقسقي انت معنجيش سنس ساقسقة دي مشكلتك مش مشكلتنا في دراسات معمولة عشان تحدد نسبة الساقسقة السيف اللي تخلي ببسكوتة ما تتكسرش العلم تقدم وعمل احتياطاته الزنبانة الزنبانة انت جهلة بالحاجات دي نكست اكل الموز الموز ناكل الموز ازاي لحس انها بتكلم طفلة عنده 3 سنين بتكلم طفلة لسه بيتعلم المشي بس يا حبيبي انا هعلمك النهاردة ازاي تعمل بيبي في البوتي يعني ناكل الموز ازاي اكيد هنقشر صح بس ده لو انا قاعدة في جنينة زي ما انا قاعدة ده لو انت قاعدة في جنينة الحيوانات لو انت قاعدة عن بك يا مهزق يا عشوائي لكن لو في مكان فورميل يعني انا لو في بيزنس ميتنج او مكان شغل ليه حد هيكون موز في بيزنس ميتنج اكتاز محمد البرزنتيشن بتاعت حضرتك اه قويسة جدا انا شايف بس ان انت اه ما اشترك ايها اكتر من كده بحط الشوكا في نص الموزة وببدأ افتح الموزة من النص بتعمل عملية للموزة وبقطع النحية التانية كمان موضوع بسيط جدا ده لو انتو طبعا في بيزنس ميتن وكده موضوع فعلا لو انت في بيزنس ميتنج سهل جدا يعني انت تسيب بقى البيزنس ميتنج والناس وطبع بقى تعمل الهبل له فعلا حاجة طبيعية جدا محدش هي هيستغربك خالص ولا هيحس ان انت بتعمل حاجة غريبة قاعد بتقطع عموزة بالشوكا وسكينة تعمل يا معلم انت شكلك طبيعي جدا يعني يا رب نخلص عموزة قربت بوز يعني هي لسه ما تقشرتهاش وقربت التشود طبعا ما ينفعش اعمل لنا بعمله ده ان انا مثلا يبقى الموزة في الشوكا كده واحد اكلمني فعد اتكلم معاه واسيب الموزة عالشوكا ايه الموزة هتتقمس يعني الموزة هتقولك انت مش مهتم بيا وسايبني لوحدي وتتكلم مع صحابك هي دي الطريقة الصح وهي دي الطريقة المفروض تأكل بها موز لا لا مش هي دي الطريقة الصح دي بقى معلش انا موزة اكد منها رقم واحد مفيش موز بينزل في بزنس ميتنج اتاني حاجة لو حاد شايفك بتأكل موزة كده هيقول عليك مختلل اه نيكست طريقة اكل البطيخ البطيخ كلنا كيف نحب البطيخ والبطيخ ليه طريقة اكل برضو لو حاجة زي كده استحالة هيكل بايدي يعني او اغرفه بايدي او هي بتجيب المعدات دي من ايه انا لو في جنينة ممكن طبعا امسك البطيخة كده واكلها لو انت في الجنينة لو انت في البيت لو انت في المدعن فاست فود عادي بس انت قاعدة على صفرة فورمل انيسا في ايه الصورف ايه الصفرة الفورمل دي اه صفرة ايه الفورمل دي اللي بينزل عليها بطيخ وملوخية اعملوا كده اهو وهاخطه في الطبع هاكلوا ازاي ده اول حاجة هاعملها ان انا عايزة اشيل القش بتاع البطيخ احاول على قد مقدر اخلي اطلع البزر على قد مقدر واهكل حتة حته طبعا مش هقطع البطيخة مليون حته وكلها طيك ساي ان انا قطعت حتة بطيخة كده وحطتها في بقي ولاقيت بزرف قبلحها طبعا مرفود بقى تماما يجمعما ان انا قم اعمل ايه ومرمها في الطبع ايه العرف مرفود برضو ان انا مثلا كثيرا بقى ي corps تقدع طبع بقى مرفود ان انا يجب ا окر او مرفدا ام Sam ايه العرف ده مرفود بريض بورده بلاقي ناس بقي في الكلينيكس ومعبل high cleaning كده. ايه ده عرف ده? فيه ناس بقى بشوفها البزرة في بقات ومعنى كده هوا. ورميها في الطبق. هي دي الطريقة الصح لتف البزرة. غير ما حد ياخد باله اعمل كده. ان بحيث ان انا ما تلحاش كده. اعمل كده. باخد الجزء وفضطها قدام الطبق. وحاجة مهمة اوي برك. اولا انت بتاكل بالشمال ودي حاجة غلط. عشان كده الشيطان هيكل معاكي. فالقفل ان تعملي ده غلط اصلا. هنا في حاجة لاحظتها ان هي بتاكلش ايه حاجة يعني بتوصل لحد ما بتحط الحاجة في بقها. بس ما اكتشل ما بتاكلهاش يعني. فهل ده ايه يعني? هل ده مثلا النوع برضو من الاتيكيت? يعني هل بقى الصح بقى فعلا ان انا اه ما اكلش? اعتقد منطقيا حس ان ده صح يعني. ده اللي بقى اصح حاجة. ان انا اصلا ما اكلش برا البيت. طول ما في ناس حواليه في ناس شايفاني. ما اكلش اصلا يعني اكل ليه? ايه ده. ليه ازعجهم. ليه ادائي الناس اللي حواليه. مفهود ان احنا نصوم عن الاكل. اننا امتنع خالص عن الاكل. طول ما فيه ناس حوالينا. هو ده الاتيكيت. هو ده الاتيكيت الصح. ان انا ما كلش اصلا. اخر فيديو. اتيكيت اكل العنب. اتيكات اكل العنب. بقى عبد العنب ده يعني اسهل حاجة. اسهل حاجة في الدنيا. يعني اسهل حاجة ممكن تتاكل. مش محتاج ان احنا نتدخل في طريق اكله وانعقده. انا اخدت العنب وحطيته جوا الطبق. ممكن ااخد واحدة وباكلها بايدي مفيش اي مشاكل. ايه? ما تاكل العنب بايدك? يعني مش هي هو عادي. بس مش انت يا امينة. يعني مش مش شخصيتك. مش مقامك بصراحة. برضو لو انا في عزومة رسمية قوي وفي بزر. ممكن بالضبط اعمل كده اجيب سكينة لان العنب هتلاقوه بيتقدم معك بسكينة. بتفتحه العنب. بتشيله البزر وبتخط. لا 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 ما تقوليش ان انت عتقطعي العنب بسكينة. يعني كان فيه ميم كده من فترة للناس اللي بتعمل سيرجري على على عنبه. يعني دلوقتي الموضوع ده بميك سينس اكتر من اللي انت بتعمليه. انا بموت في العنب ومتأكدة انتو كمان. انا بموت في العنب ومتأكدة انتو كمان. امينة شلبية ادمن جروب هواينم جوردين سيتي. وكده نكونوا سلة لنهاية الفيديو. تنساش تعمله لايك وسبسكرايب وكومنت. ودايما دايما قبل ما تاكلوا قبل ما تشربوا اي حاجة. قالوا ان امينة شلبية قعدة قدامكو. بتتفرج عليكو. حاولوا بقدر اليمكان ان انتو مت متخزلهاش. وبس اشوفكم فيديو جديد. واي باي باي. اشتركوا في القناة